مع اقتراب اصدار وحش سامسونج الاس 24 بجميع نسخه وبالذات نسخة الالترا اللي هي بديل النوت الرسمي صدرت بعض التسريبات الهامة اللي بتخص الشكل والتصميم الخارجي كنها المعلومات واكتر معنا بالفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ويلا نستمتع مرحبا اصدقائي كيف بكم ان شاء الله تكونوا بخير انا محمود وهالفيديو بخص سامسونج وعشاق اجهز الاندرويد ورح نبدأ بالاس 24 والاس 24 بلاس الاجهزة اللي رح تحصل على نفس تصميم السنة الماضية اللي هي اس 23 اس 22 لكن الاختلاف رح يكون بنقطة معينة وهي الحواف او اطراف جوانب الجهاز فيكن تسموها كيف نتكن تسموها الحواف رح تكون مستقيمة ليست منحنية متل الاصدار اللي كان قبله رح تكون كتير شبيهة بحواف اجهز الايفون 14 13 12 اللي هي بتكون مستقيمة يعني ساوية من على الجوانب ما فيها الانحناء او الكيرف اللي كان موجود بالنسخ الماضية يعني فينا نقول سامسونج رح تعمل الحواف اللي كان شركة ايفون شركة ابل حتطها بالايفون بالنسخ الماضية بالمقابل شركة ابل عملت حواف منحنية بشكل بسيط بالنسخة الففتين برو والبرو ماكس ونسخ الففتين العادية الخمسة عشر يعني فينا نقول انه الشركتين تبادلوا التصميم واحدة اخدت من الثاني الحواف المستقيمة والشركة التانية اخدت الحواف الدائرية هادي الشي ممكن يحبوه بعض على الشاكل السامسونج اللي كانت مغرمة بالاتصارات القديمة من الجهاز والحواف المستقيمة اللي حطتها شركة ابل باجهزتها رح نشوف كيف رح يكون شكل الجهاز بالسوق بس انا بفضل انه يكون حواف دائرية شوي كشكل الحواف المستقيمة احلى لكن الحواف الدائرية على المسكة والاستعمال على المدى الطويل بتكون اريح بمعظم الاحيان الجهاز بصراحة شكله بسيط جدا لكن جميل بنفس الوقت يعني انيق ما فيه كتير حركات اضافات انه بشكل عام الجهاز سامسونج بيكون تصميمة بسيط ما فيه هال تعجيء كتير اللي بتعمله شاومي اللي بتعمله أوبو في الكاميرات وهواوي كمان اخر فترة عبتعمل هاد الشي كاميرات شي كبير وشي صغير تحس شكل الجهاز فضائي شوي الجهاز سامسونج بموظر الحين بتكون كلاسيكية شكله جميل تصميمة بسيط وانيق ما فيها التعقيدات اللي موجودة عن بعض الشركات هاد الشي انا بحبه بصراحة ما بحب كتير يكون جهاز شكله اوفر شكله معجل يعني متل ما بيقولوا عنا بنفس الوقت يكون عملي ومتين وهاد الشي موجود بشركة سامسونج المواد اللي بتنصنع منها الاجهزة هي مواد جيدة اجهزة بتتحمل متل ما بيقولوا بتتحمل استعمال كتير بتتحمل صدمات اختبارات السقوط دايما بتو سامسونج تكون جيدة فيها يعني تكون اجهزة متينة نسخة الالترا وهي النسخة اللي صلى فترة عبتعود عن نسخة النوت اللي اختفت مع ديزل منها وهي النسخة اللي بيكون فيها المواصفات الاعلى الكاميرات الاقوى وكمان القلم اللي كان موجود بالنوت هاشيان الاتنيا بديل النوت رح تحصل على تغيير متل ما شايفين بالصور يعني اي شخص بيشوفه بابعز ما بيعرف انه هذا اس 24 ما بيعرف انه هذا جهاز جديد حقكم انه اتخربتوا فيه هو نسخة شبه يعني مصور عن الاس لتو عشرين الاس 23 اولترا لكن الاختذاف واللعبة اللي عملتها شركة سامسونج هي بالشاشة الشاشة بمليمترات بسيطة رح تختلف نحف او سمك الحواف تبعا متل ما عملت شركة ابل بالايفون 15 برو ان برو ماكس لكن هاي المليمترات بتعمل فرق كبير نحن اول ما سمعنا عن الايفون انه فيه واحدة او واحد ونصف مليمتر فرق بحجم البازلز بحجم الحواف تبعا الكاميرا او الشاشة عفوا او الكاميرا اعتبرنا او خفنا انه يكون مافي فرق لكن هلأ لما بتنزق موبايل بتحس فعلا في فرق كبير هاي المليمترات الزغيرة اللي كمان شركة سامسونج رح تحزفها او تنغيها من اطار الشاشة رح تعمل اكيد فرق كبير مثل ما نرى الصورة الموبايل هو عبارة عن شاشة فقط ما في شي تاني بس اللهم مجرد الكاميرا اللي بتكون فيه في اعلى الشاشة يعني بتكون موجود هيك دائرة صغيرة دائرة صغيرة بس فيها الكاميرا والبايل هو عبارة عن شاشة هذا التصميم هو التصميم الانسب والامثل له الجهاز لعدة اسباب واهمهم استعمال القلم القلم استعماله على الشاشات المنحنية او مثل ما كان في النسخ الماضي من سامسونج الشاشات اللي بتكون اج من على الجوانب هي يعني بتسبب كتير مشاكل للقلم لانه القلم استجابته به المنطقة تكون هي اما ضعيفة لا اما بيزحط ما بتعرف يعني بينزلق من هاي المناطق يعني ما بتكون الضغطة كتير جيدة ودقيقة لهذا الشي الانسب لا النوت او للنسخ اللي فيها قلم هي انه تكون الشاشة مسطحة مستوية ما فيها انحناءت كتير بنفس الوقت الشاشة هاي بتعطينا تجربة مشاهدة محتوى رائع جدا بالذات انه بتجي بتردد حالي وكمان بوضوح او سطوع قوي وهو رح يصل حسب التسريبات ال 2500 نتس الجهاز متل ما اجه في التسريبات رح يحصل على اخر معالج من شركة كوالكم وهو سناب دراجون 8 جن 3 الجيل السارس من اجهزت او من معالجات سناب دراجون 8 وهو المعالج الاقوى اللي رح يعمل نقلة بمعالجات اللي رح تحصل عليها جزت اندرويد والمتوقع انه ال S24 Ultra يكون اول جهاز بحصل على هذا المعالج اللي رح يكون فعلا حسب كلام كوالكم نقلة نوعية كتير دقة التصنيع ما معروفة لحتى الان لكن بتوقع بين الخمسة والاربعة نانو متر بتمنى يكون ثلاثة نانو متر لحتى نحسن نشوف منافس لمعالج ال A17 Pro اللي عملته شركة ابل لنشوف كيف رح يكون هاته الجهاز بطارية الجهاز ما حكيت في فيديوهات ماضية 5000 ملي امبير تقنية الشحن رح تكون اسرع من الساخ الماضية وهي المعلومات اللي لحتى الان بتوفر عن الجهاز فينا التصغيرة بس لازم تعرفوه انه التسريف بيقول اطار الجهاز ممكن يكون مصنوع من مادة تيتانيوم مادة التيتانيوم اللي شفناها مع اجهزة الايفون الجديدة ال 13 Pro و ال Pro Max مول النسخة القياسية اللي بتكون وزن اخف متانة اكثر رح نشوف شركة سامسونج كيف رح تضيف هاي المادة لمواد التصنيع بتمنى انه يكون فعلا جهاز متل التسريبات جهاز قوي بها القوة هاي و نشوف تصميم يعني كنت بتمنى فيه فرق يكون اكبر بالتصميم على الاقل انه كمان يحصل على اطراف حواف جديدة لكن الجهاز بيتم شكله حلو يعني من نسخة ال 21 او من نسخة 22 Ultra لا حتى الان حتى لو ما غيروا كتير بيتم جهاز انيق وجميل جدا و كمان لو ايم تو وزنه بالسوق هذا كل شي نعرف عن الجهاز متمنى تكونوا استفدتم من المعلومات اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفايل زر الجرس و كتبوا لي بالتعليقات اذا في شي معين حبينا اعملكون عنه فيديو سلام اشتركوا في القناة